ما جاء في الآية الرابعة والثلاثين من سورة التوبة مثال واضح على الذي كنت أحدثكم عنه قبل الفاصل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل هذا جرى في الأمم الماضية ولا زال يجري في كل الكيانات الدينية رجال الدين لصوص في كل الديانات رجال الدين أعوان الشيطان وجند إبليس في كل الديانات عبر التأريخ وإلى يومنا هذا وما يقوم به مراجع سقيفة بني طوسي تطبيق عملي لنفس هذا المضمون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان الأحبار لليهود والرهبان للمسيحيين والمراجع للشيعة يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل وماذا يفعلون ويصدون عن سبيل الله ومر علينا قبل قليل من أنهم يكفرون بآيات الله يكفرون بسبيل الله ويصدون عن سبيل الله يصدون عن سبيل الله يصبحون قطاع طرق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كان يأتي إلى المسجد وهناك حلقات لفلان وفلان لأبي حنيفة وغيره والناس تتقاطر عليهم وتتحلق حولهم الإمام يقول هؤلاء قطاع طرق فيما بيننا وبين الناس لو لا هؤلاء لأقبل الناس إلينا الناس تقبل عليهم لأن السلاطين يؤيدونهم والناس على دين ملوكها الناس تقبل عليهم لأنهم يكذبون الناس تحب الكذب لأن الصدق مر الناس تريد الحلاوة الباطل فيه حلاوة والحق فيه مرارة الحق فيه مرارة عاقبتها حسنة والباطل فيه حلاوة عاقبتها سيئة هذا هو الذي جرى في الأعصر الخالية ولا زال يجري في أيامنا الراهنة والناس هم الناس ورجال الدين اللصوص هموا هموا في كل الديانات ولصوصنا الكبار في النجف الذين يصدون عن سبيل الله ويمنعون الناس من أن يرتبطوا بإمام زمانهم يكذبون عليهم يقولون لهم نحن نواب صاحب الزمان الناس ترتبط بهم على هذا الأساس وهم كذابون 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 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال النفس بالباطل وماذا يفعلون ويصدون عن سبيل الله هذه لمحة خاطفة سريعة مما جاء ذكره في دعاء الندبة الشريف حيث يحدثنا الدعاء عن واقعنا عن واقعنا الشعي وإنني ما أسهبت في هذا الموضوع ولا دخلت في تفاصيله لأن المقام مقام إجاز أمام كل هذا ما هي وظيفتنا هل نشارك في هذا الضلال أم أننا نترك الأمر ولا ننظر إليه أم أننا نحاول نحاول أن ننبه أنفسنا وأن ننبه غيرنا كي لا يستمر في مسار الضلال هذا وأن يتجنبوه بقدر ما يستطيعون وأن يوجد وجودا في مقابل وجود الضلال هذا يمهد لإمام زمانهم حينما نقرأ في الدعاء الشريف أين 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 الإمام أيضا سيقول لنا وأين أنتم وأين أنتم أنتم تقولون لي أين أنت أنا أقول لكم أيضا أين أنتم أين أنتم أين نحن إمامنا غادرنا بحسب ما بيّن لنا ذلك وهذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا في برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية إمامنا يبغض جوارنا لا يريد أن يجاور الواقع الشيعي نحن نقول له أين أنت ونحن نصنع واقعا شيعيا ينفر الإمام منا ما معنى هذا الكلام أننا نناجيه أين أنت وفي الوقت نفسه نصنع واقعا هذا الواقع يفرض على الإمام أن يبتعد عنه لا بد أن تعرف أنني أخاطب كل شيعي منتظر وكل شيعية منتظرة ممن يتابعون برامجي هذه وخاطبهم إذا كنتم تناجون إمام زمانكم أين أنت فإنه يقول لكم أين أنتم أيضا فأين نحن لهذا السبب قلت لكم أعرف عقيدتكم السليمة حدثتكم عن العزلة العقائدية في الحلقة الماضية لأنها ضرورية ضرورية كي تنشأ العقيدة السليمة في العقول والقلوب بعيدا بعيدا عن ضوضاء البتريين وعن ضوضاء المرجئيين وعن ضوضاء القطبيين القذرين وشرحت لكم مقصودي من العزلة العقائدية لا أريد أن أكرر الكلام هنا مرة أخرى وبعد معرفة العقيدة السليمة لابد من السعي لإيجاد واقع جديد بحدود ما نتمكن لإيجاد تيار فكري عقائدي مجتمعي في الأجواء الشيعية يتبنى الفكرة السليمة والعقيدة الصحيحة من مصادرها الأصيلة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط عبر منظومتهم القرآنية والحديثية وعبر منظومتهم الواسعة المطردة في أدعيتهم ومناجياتهم وزياراتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الحل هنا 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 إمامنا السجاد ذكره لنا في الرواية التي نقلها لنا أبو خالد الكابلي إنني أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثالثة والخمسين بعد الثلاثمائة الحديث طويل وموطن الحاجة هنا حيث أن إمامنا السجاد يخبرنا من أن من الشيعة من تكون عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة من هم هؤلاء الإمام يقول أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا حدثتكم فيما مر في برنامج ويسألون عن الطفوف وأسرارها من أن الدعوة إلى دين الله منزلة عالية خاصة أنا لا أتحدث عن هذه المنزلة أنا أتحدث عن الدعوة التي بإمكاننا أن نقوم بها ما يرتبط بإحياء أمرهم بإحياء أمر محمد وآل محمد بنشر حديثهم وفكرهم أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا نقرأ في سورة النحل في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة بعد البسملة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر